رحمن ورحيم هنرسم دلوقتي انفد البحر برضو زي ما عملنا في الامثلة اللي فاتت هنبتدي برسمة الاب اورال سيرفس. اول حاجة من سما في الاب اورال سيرفس هنرسم دايرة صغيرة في الحجم وفيها نقطة. تمام كده? طيب. الحاجة اللي بعد كده هنرسم شكل خماسي. اللي هو شكل عامل شبه البيت كده ده. ده كده الشكل الخماسي اللي هو ده كده بالزبط. ده. هنرسمه هنا على الدايرة الصغيرة دي لكن هنرسم عشر اجزاء منه جنب بعض. اده رقم واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. دي نقطة مهمة جدا جدا. احنا لازم نرسم عشر اجزاء منه على الدايرة الخارجي. اده كده نرسم دايرة اكبر شوية. وكل جزء من الاجزاء اللي احنا رسمناها ديا يكون له نصيب خاص به في الدايرة الاساسية. بكل بساطة. تمام حتى دلوقتي. طيب. رسمنا الاجزاء بتاعة الدايرة. طيب نكمل بعد كده. قصاد المربع او الشكل اللي احنا رسمناها رقم واحد. تعالوا نميزوا كده على الدايرة. علشان ده هنحتاجه معنا كده في البقنات. ده هيلقى المصفى. الجزء الخاص به ده مليان بالاشواك. بالاسباينز. الجزء الملاسق ليه مباشرة. اللي هو اقصاد القطعة رقم اتنين ده. الجزء ده كله. ده موجود فيه مجموعة من التيوب. بصوا تيوب فيت خطين اتنين طوال. وعليها جزء مدور للخارج كده. يبقى الجزء الاولان اللي رسمناها كان فيه كله. اما الجزء الثاني كان مليان تيوب فيت. طيب الجزء رقم تلاتة مليان سباينز مليان اشواك. الجزء رقم اربعة مليان تيوب فيت. ايوة لو حده ااخد باله هنلاحظ ان هما مشين بالتباتل. جزء فيه سباينز وجزء فيه تيوب فيت. جزء سباينز وجزء تيوب فيت. جزء سباينز وجزء فيه تيوب فيت. سباينز وتيوب فيت. سباينز وتيوب فيت. سباينز وتيوب فيت. وهكذا بالتبادل جنب بعض. لو حد فيه تاشف عنده هبيرسم اتنين جنب بعض فيهم تيوب فيت واحد تيوب فيت وبعده تيوب فيت يبقى فيه حاجة غلط في الرسم. او واحد جنب واحد سباينز تبقى ايضا بيعنده حاجة غلط في الرسم. ادي كده بكل البساطة اللي احنا نقدر نرسمه في في نجم معزرة في امفد البحر. طيب تعالوا بقى نشوف البيانات اللي موجودة فيه. النقطة الصغيرة خلينا نبتدي الاول بالدايرة الخارجية اللي هي الصغيرة اللي احنا لسمناها دي عبارة عن حاجة بنسميها البري بروكت بنسميها حوقة الشرج. حوقة الشرج. النقطة اللي جواها الصغيرة اللي احنا رسمناها في اول الدايرة النقطة نفسها يعني البري بروكت دي الدايرة الخارجية. اما النقطة اللي جواها دي الاينس. عشان الناس اللي بقوا اخدوا بالها دي البري بروكت. اما النقطة دي عبارة عن الاينس او فتحة الشرق. تمام كده? طيب الاشواك والاجزاء دي عبارة عن تيوب فيت. في نقطة بسيطة خالص. نقطة بسيطة جدا يا رب تبقى واضح يعني لما نتكلم عنها. دلوقتي الكائن ده عنده اجزاء فيها تيوب فيت واجزاء فيها سباينس. لما بيجي يتحرك يعمل حركة بيعتمد على الجزء اللي فيه تيوب فيت. بيعتمد على الجزء اللي فيه تيوب فيت. لذلك اي جزء فيه تيوب فيت بنسميه جزء مسؤول عن الحركة او بنسميه مساحة حركية. يعني بنسميه مساحة حركية. جي مسؤولة عن الحركة. طيب لو بصينا على جزء زمانس او اي اي جزء في زمانس هنجد موجود ما بين واحد وبين واحد مسؤول عن الحركة واحد مسؤول عن الحركة لذلك كل الاجزاء او اي جزء من الاجزاء اللي موجود فيها سباينز نقدر نسميها مساحة بين حركي. ادي كده بكل بساطة تعالوا ما نخش على ونشوف ايه التفاصيل اللي موجودة في اول حاجة بنرسمها في بنرسم الفم زي ما اتفقنا في الاجزاء اللي فاتت. الفم عبارة عن شكل دايرة كده موجود في او خمس اسنان. الواحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس اسنان. طيب. في بعد كده جزء حول الاسنان او حول الفم بنسميه كطعة من الجل موجودة حول الفم. شوكلاة عامل كده. تمام? طيب. نرسم الدايرة الخارجية اللي هي بقى الجسم الكائن اصلا. واللي كان فاكر في الجزء اللي فات احنا كنا بقسمين جسم الكائن الكبير الى عشر اجزاء صغير. حد يقول لي ازاي عشر اجزاء? واحنا كنا بنقول ان عنده تماثل خماسي. اصلا الجزء اللي هو الاسباينز والتيوب فيد. دول عبارة عن يونت واحدة. يبقى كل اتنين بيدون يونت واحدة. يبقى دي قطعة دلقة او اجزء اتنين تلاتة اربعة خمسة. فالمحصلة ان هي بتكون خمسة زي ما هي او تماثل خماسي. هنرسم العشر اجزاء اللي موجودين هنا زي ما هم وهنكمل مع بعض. طيب. كملنا العشر اجزاء. خمسة فيهم سباينز وخمسة فيهم تيوب فيد. الحاجة اللي فاضلة بعد كده كل جزء من الاجزاء الخمسة اللي فيهم سباينز هنزود عليه بالقرب من الفم اتنين برانشي. اتنين من الخيشيم. ايوا يبقى الاجمال بتاعهم في النهاية خالص عشرة برانشي. بس خليكم فاكرين ان هم موجودين في كل جزء موجود في الاشواء. طيب بالنسبة للاجزاء الخمسة اللي موجود فيها تيوب فيد. هنلاقي موجود فيها برضو اتنين تيوب فيد. بس اللي يلاحظ حاجة في التيوب فيد في الحالة الدايرة دي موجودة للخارج. اما اللي هنرسمه دلوقتي بالقرب من الفم خطينا هون لكن الدايرة بتاعتهم شكلها عاملة كده للداخل. يبقى برضو في النهاية خالص دي بنسميها التيوب في الباكالتيوب فيد الاقدام الانبوبية الفمية وايضا بيكون عددهم عشر. اتنين في كل جزء موجود فيه اتنين في كل جزء موجود فيه التيوب فيد العدية. تمام كده? طيب. تعالوا نشوف البيانات بقى الزيادات اللي احنا هنرسمها. باتفاقنا ان دي البرانشي او الخياشيم. الخياشيم. اللي جنبها سميها الباكل. تيوب فيد. اقدام امبوبية فمية. الجزء اللي احنا رسمناه بالكرب من الاسنان ده بنسميه البريستوم. حوقة الفم. وفي نهاية خالص عندي فتحة الفم عندي خمس اسنان. دي شكل مبسط خالص للأورال سيرفس بتاع انفض البحر والآب أورال سيرفس.